خير أخي شوفي صاير شي بغيابي؟ أخوك مراد جنه راح مسك نظر من إيده وجابه وفوته على بيتي امي شو عم بتقولي انت؟ سماع لقلك انت كمان مثلو الاسقام بهاي اللي اسمه بين راك لا تفكرني عم يوم وشايفة شو اللي عم بيصير بس أنا ساكت بكيفي إزا بتفكر الساوي مثلو صدقني وقت لأنا راح أدبحك بإيدي أخي مظبوطة لحكي؟ مراد عجد عمل هيك؟ ايه عمل هي العملة يا ابن اللي أستغفر الله نظر قادة فوق وشميل بأي لحظة بيدق الباب علينا ولحق على مصائب ألو مرحبا عمي أهلين يا ابني إذا كنت فاضي معلش تجي شوي لعنا؟ ايه بجي بس شوفي خلص بس تجي لهون أنا بحكي لك ألا راح أبعت لك فاتح ياخدك ايه تمام تمام روح جيب عمي يلا بسرعة رجال كبير والكل هون بيحترموه ماشي بأمرك يلا روح مصطفى حاكاني قال راح أبعت لك فاتح ليجيبك لعنا ما فهمت ليش كله خير إن شاء الله إن شاء الله أنا كنت حابب أعرف من كون شغلي هلأ قصة طاهر ونفس واللي صاير كنتم خبينا بس عني أنا؟ مين بيعرف؟ ومين ما بيعرف؟ اللي بيعرفه مصطفى والتوأم وأنا كمان وبنتي نفس وينها؟ ما بنعرف وينها يعني كنت بعرف وينها بس رحت بعدين وما لقيتها أنا ومصطفى رحنا لهنيك لحتى ألو طيب فوت شوي ماشي رح ألبس الجاكات واطلع دغري لعندك ماشي ابني يلا دعالوا معي خلونا نروح كل ياتنا ونعرف شو صاير يلا قوموا لنفهم شو لصة ييت؟ شو أنتو ما رحتوا لسا؟ وين أمك؟ هي تعبانة شوي عندي بالبيت الله يكون بعونة له المسكينة أنا بقدر أجلي بدل أمي تعلمت منها لا شو هالحكي هاد؟ شكرا ابني أنا كبرت خلاص صار فيني يساعد أمي كمان ما بكسر الصحوم أنا وبرم كنا دايما نجلي الصحوم بدون ما نكسرهم لا تخجله للصغير يجلي له كم صحن طيب ماشي ييت؟ أنا نازلة على السوق لحتى بيع اللياف وبعدين بيجي بأخذك من هون ونرجع سوا اتفقنا؟ اتفقنا يلا يا بطل فوت لجوه اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس